مثل بالـ 2018 في معركة جدية بيشوف عليه بالـ 2018 كن في المعارضة تربح مقعد لو توحدت اليوم في ليحة معارضة شبه مكتملة واسمها توحدنا للتغيير سألنا مرشحين من الليحة عن أمالهم بالخرق تقديري نحن عم نشوف أنه عنا طاقة نجيب مقعدين يلي هو بيوازي كل الكتلة النيابية الأساسية يلي عم تقدر تنافس بالمنطقة إذا كن في موجة مهمة للتغيير ما بتعرف ما بتعد بتعد اثنين ثلاثة أربعة هيده موجة هيده حالة انقلابية عقبية الناس بتقررها بالـ 2018 كان مارك داو على إلحة مدنية يلي بوقتها نزلت لحالة بسبب خلافات سياسية وجابي تحويلها 3000 فسوط مارك مرشح مع حزب تقدم عن المععد الدرزي بعلي شو تغير اليوم لتوحدتو؟ 17-20 هي الشي الأساسي لتغيره اليوم وواقع المرير عند الشعب اللبناني بيجبرنا كل ياتنا إنو نحط أولوية المصلحة العامة بالرغم من بعض الاختلافات السياسية اللي عندنا ياهن لأنو المنظومة بوجنا أبدا مش مختلفة تركين مقاعد لبعض بعض بعلي ومتفقين كلهم مع بعض بصيدة جزين بجنوبه بكل المناطق حليميك عكور مرشحت حزب لنا ونيزلي لأول مرة على مععد سنة بشوف وهو واحد من المقاعد المرجحين للخرق شفنا تعدد بالأراء والخلفية السياسية ضمن أعضاء الليحة كيف رح تقناعوني أخبيين تختار تحادنا للتغيير رغم هيده الشيء؟ من أول يوم بالصورة وكان فيه اختلافات وكان فيه تنوع بالرؤية السياسية الاقتصادية والاجتماعية حتى ولكن اللي عملناه كان ضرورة ضرورة أنه نحن ندير نعرف نتعلم ندير هيدا الاختلاف وهيدا اللي عملناه فيه اختلافات أيام نحترمها ولكن بنا نوصل لبيان مشترك جابت غادا عيد أعلى نسبة أصوات تفضلية بالمعارضة بال2018 سألناها هي ومارك شو طرحون للنخبين علما أنه جمهور الأحزاب بعده كبير بهالديرة النخبين بتشوف مثل بكل لبنان بدن دولة مفهوم الدولة الخالية من السلاح الخالية من الفساد مشروع الدولة اللي بتعطي حقوق المواطن الدولة المدنية العلمانية الحديثة اللي بتطلعنا من الحالة الطائفية وإلغاء هذا النظام الطائف البشع إذا اليوم ما وزننا ما بين قوة جديدة والقوة التقليدية رايحين نحن على عفو عام كامل عن كل الجرائم اللي صارت المالية وأربع آب عم نجي نقلهم نحن بحاجة يكون قوة جديدة هدفها الأساسي المحاسبة بال2018 حضرتك جبت ألفين صوت تفضيلة شو التكتيك المعتمد لكسب أصوات لمن تخبوك وقتا؟ عوالت على أنه أصواتي من كل الطوايف وهيدا شي عزز كتير إيماني بالأصوات التغييرية لأن أنا أخدت أكتر من 800 وألف صوت من غير طايفتي مثل بغياب دواير غياب تيار المستقبل بيسمح لأستقطاع بني خبين عم بيفتشوا على بديل نحن عبس نوصل نحن نشتغل للكل بدون تمييز لأي فرد سو تفضلوا تعوا تعوا ما تخافوا مننا نحن عماننا ما منخوف بالعكس ولما نكون كل لبنان بخير كل طايفي هي بخير وكل شخص هو بخير مش بس بتشوف فيها المعارضة تنافس بيعلي كمين في معركة لكسر احتكار التمثيل الدرزي كيف فيك جيب أصوات تفضلية أكتر من طلال الإرسلان؟ بمرحلتان أول مرحلة مراكمة العمل يلي عنا يا من سنوات فصار في قاعدة وتواصل حقيقي مع الناس هيدا بتعطينا أول انطلاقات تانيا هي لائحة عطي ثقة كفريق عمل وقدرة تشتغل مع بعض فعملي جاوب المنطقة التغييري حقيقي ثالثا القواعد الحزبية اللي عم تنفك عن أحزاب كل يتا عم تفتش عن بديل حقيقة تقدر توثق فيه وهيدا اللي نحن عم نحكي معهم